ايام قليلة مرت على اعلان التوصل الى مشروع اتفاق مبدئي ترعاه السعودية بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي المدعوم اماراتيا اتفاق نص على تقاسم السلطة بين المحافظات الجنوبية والشمالية بالمناصفة وتعود الحكومة الشرعية الى عدن ويتضمن في اهم بنوده اعادة ترتيب القوات العسكرية والامنية في المحافظات الجنوبية الرئيس هادي وفي اول تصريح لا حول الاتفاق قال ان مشروع اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي ينهي التمرد في الجنوب حديث الرئيس جاء بعد انتقادات كثيرة في الوسط السياسي لمضمون الاتفاق الذي حددت ملامحه السعودية والامارات حيث اشار هادي الى ان الاتفاق ما زال مشروعا الى حين التوقيع عليه مراقبون وجدوا ان دور الشرعية سيكون صوريا بعد الاتفاق اذ سيقتصر على لعب دور المشرع لاستمرار بقاء التمرد وستكون الشراكة شكلا بينما مضمونا لن يكون بمقدور الشرعية الحضور بشكل فعلي في عدن وغيرها وسيكون الاتفاق بمثابة الدخول بمرحلة مشابهة لاتفاق السلم والشراكة بين الشرعية والحوثيين بعد الانقلاب حد وصفهم لكن في المقابل وجد اخرون ان الاتفاق سيفضي الى التفرغ لمواجهة الحوثيين واستعادة الدولة حيث قال مدير مكتب رئيس الجمهورية عبدالله العليمي ان هذا الاتفاق يعد انتصارا لمتطلبات معركة الدولة وانهاء انقلاب ميليشي الحوثي اسئلة عديدة اذا حول مشروع الاتفاق الذي ترعاه السعودية وانقسام في اوساط الحكومة الشرعية وتوجس وتخوفات من تثبيت الوضع في الجنوب وفقا لما انتجه التمرد الذي دعمته الامارات ضد الشرعية في عدن